مولانا هل استخدام برنامج تسجيل المكالمات المتاحة للموبايلات يعد نوع من أنواع التجسس حتى كمان لو أنا عايز أستخدمه في إثبات حقوق معينة أو صلح معين ما بين الناس القانون بينص على أن التسجيل يجب أن يكون مؤيدا من الجهات القضائية وهناك أنواع من التسجيل تقبل عند القاضي وهناك أنواع لا تقبل عند القاضي كل ما لا يقبل عند القاضي فهو نوع من أنواع التعدي أو أنه يفعل ما لا يجوز فده في تفصيل كثير جدا ولذلك ننصح الناس بألا يعتدي بعضهم على بعض بهذه الكيفين لكن أنت ذكرت حتى في الوسط كده اللي هو أنه عايز يثبت حق من حقوق هي المصيبة الآن أن كل هذا لم يعد له فائدة بعد الزكاء الاصطناعي لأن الزكاء الاصطناعي يمكن أن يقولك ما لم تقل مسجل برضو كل حاجة وإنت لم تنطق بهذا ولا تعرفه وهذا موجود من زمن بعيد لكن الآن أصبح زي ما بتقول ببرامج بأشياء سهلة للغاية هذا خارم من خوارم المرؤة اشتركوا في القناة